للجنة عدة أسماء منها الجنة ودار السلام ودار المقامة ودار الحيوان وجنة عدن والفردوس وكذلك المقام الأمين وعددها كثير للجنة درجات مئة ما بين كل درجة والأخرى كما بين السماء والأرض وعلاها منزلة هي الوسيلة وهي منزلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وله من الأبواب ثمانية منها باب الريان للصائمين وباب الصلاة وباب الجهاد وكذلك باب الصدقة وتبلغ المسافة بين دفة كل باب كما بين هج ومكة وللجنة خزنة وبوابين عند كل باب وكبيرهم اسمه رضوان ومفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله وأول من يقرع باب الجنة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتعد أمتنا أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي أولى الأمم دخولا لها وكذلك أكثرهم فيها وتربة الجنة هو المسك الخالص وفي الجنة جنابذ من اللؤلو وفيها خياما من لؤل مجوف وفي الجنة شجرة يسير الراكب الجواد في ظلها مئة عام لا يقطعها وفي الجنة عيون وأنهار من ماء ولبن وعسل وكذلك خمر وأول ما يأكل أهل الجنة لحظة دخولهم الجنة هو زيادة كبير الحوت ويأكلون ويشربون من الفواكه ولحم الطير مما يشتهون ولا يحتاج أهل الجنة أكرمكم الله للخلاء ولا يصيبهم المرض ولكل امرئ في الجنة زوجة وأهل الجنة يتزاورون فيها ولهم سوق يأتونه كل جمعة وأعظم نعيم أهل الجنة هو رؤية ربهم كما يرون القمر لا يتزاحمون في رؤيته وفي نهاية هذه الجولة السريعة والماتعة في نعيم الجنة وصفتها ستكون قررت التزود بعون الله من أعمال الخير وأعمال البر فقط نوصيك بأمرين بإخلاص النية ومتابعة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تنسانا من دعائك